بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضرتكم اولا بحب اشكر كل من دعم القناة في الاسبوع لفدهوت يعني بعد العودة الحمد لله فيه تقدم كبير جدا في عدد المشتركين واللايكات وتشير والمشاهدات وتشير الفيديوهات مشاء الله ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل كل واحد محترم مشترك على القناة بيقدر يدعمها بلايك هو ماشي او بشير الفيديو دهوت عشان كل الناس تستفاد اه والنهارة بإذن الله تعالى بنتكلم عن التطعيم القرعيات اه اولا يعني ايه قرعيات اللي هي او بالاحر بلاش ندخل في مواضيع كتير بالاحر ان احنا بنتكلم عن تطعيم اه البطيخ تمام ادوات التطعيم طبعا اللي هي معنا مش محتاجة حاجات كتير هي الدبوس اللي هو بيمسك الاصل مع الطعم ويكون معنا شفرة حلاءة تمام عشان نقطع بيها تمام ويكون معنا زي ما حضراتكم كده شايفين دي اللي في دي طبعا الفيديو ده على فكرة انا عملته والله دلوقتي لكن الصوت طلع واطي فابتديت اعلق عليه تاني واشتب الصوت الاولاني تمام فدي طبعا تم التطعيم بتاعها ومربوطة عندك هيت بالكليبس بتاعها لسه شايله دلوقتي ديت عبارة عن اصل قرع معه متطعم عليه بطيخ وطبعا ممكن تطعم عليه بطيخ ممكن تطعم خيار ده ينفع لكل القرعيات زي ما قلنا اللي هي عبارة عن القتة والخيار والبطيخ والكوسة كل دي قرعيات تمام طبعا احنا عندنا اصل ده الاصل اللي هو الجدري يعني انا باخد الجدري وبحط عليه الطعم اللي هو البطيخ السكاتة ده هو تمام او الطعم اي نوع بطيخ انت عايزه بتحطه على الاصل ده تمام الاصل ده قوي قوي الاصل ده قوي جدا يا جماعة وكمان مقاوم لي الامراض الجزور تمام اي زبول عندك فوزاريوم فرتوسوليوم اي زبول عندك هو مقاوم ليه والاصل اساسا قوي فالتأثير بتاعه بيكون على قوة النبات نفسه لما انا بطعم عليه بطيخ قوة النبات نفسه تمام ضد الامراض قوة السمار نفسها العدد الهائل من السمار انت لو بتزرع 3000 مثلا 3000 بزرع او 3000 نبات في الفدان والفدان 4200 متر اقولها تاني تمام انت ممكن من الاصول دهية عشان لما بتطعم البطيخ لا ممكن 1000 نبات كافي جدا او 1200 نبات على حسب يعني المهم ما يتعداش كده لان بيعمل مجموع جزري قوي جدا تمام فعرفنا الاصل اللي هو الده ده بتاعها اصل صنجينتا وده الطعم ده بطيخ اللي هو السكاتة اي نوع طعام عليه ما عندك مشكلة خالص امام المهم يبقى فيه توافق بين الاتنين طيب لما بنيجي نزرع بنزرع الاصل فصنية وبنزرع الطعم اللي هو البطيخ ده هو فصنية تمام طيب فيه حاجة مهمة جدا يا جماعة في القصة دي ان الاصل ربما الاصل دايما في القرعيات بالذات الاصل دايما بيبقى سريع في النمو بتاعه طيب طيب علشان انا اصبط المعاد او التوافق ده كل ده انا امطعامه كل ده انا امطعامه تمام كل ده ما امطعام تمام وكل دي نجح التطعم بتاعه ده نجح التطعم بتاعه جماعة طبعا انا معززه وحطه في كبات عشان تجربة صغيرة هو المفروض تحط في صواني يعني تمام اهي ديت كل ديت اللي انا عاملها من طعامها ديت ديم الطعامة ونجحة وتمام التمام دي بقى اللي لسه ما ايه ديم الطعامة ونجحة ولكن انا دول الاصل والطعم مع بعض بالوقتي هنقص الاصل بقى هنقص النمو والخضر بتاع الاصل شايف ده الاصل شايف الحباب بتاعته كبيرة ازاي ده الاصل ده الاصل يا جماعة اللي هو هنطعم عليه وده الطعم بقى هتلاقي الحباية بتاعته صغيرة بطيق حباية صغيرة خالص كده تمام طبعا معروف النبات القوي بتبقى حبيته على طول قوية تمام ده الاصل اللي عاي في ايدي الشمال ده هو او ال ايدي اللي مين بالنسبة لك وانت بتبص في الفيديو وده الاصل وده الحباية الصغيرة دي بتكون الايه بتكون الطعم تمام الاصل قولنا قوي بتحمل امراض والطعم طبعا بفكر للاصل الاصل غشيم هو بيدي قوة وخلاص ومحدش يصيبه بقاذة تمام اما الطعم بقى الطعم ده حاجة ايه يعني ايه زي المودير غشيم كده اللي ما بيدخل في اجتماعه اللي بتاعي يعمل مشاكل فاتهوم السكرتيرا مهديه الموضوع تمام هو ده الاصل غشيم عنده قوة وخلاص طيب الطعم لا الطعم بقى كلاسيك كده وبطلع لك حباية كويسة والدنيا تمام تمام الحباية طبعا تبقى ممتازة جدا حباية السمار الاصل نفسه بيبقى المجموع الجزر بتاعه قوة مصابش من الامراض الاصل نفسه يا جماعة بيمتص غزة كتير من الارغب بالتالي بينعكس على قوة النبات نفسه تمام طيب اه بنطعب نحط الاصل بنزرع الاصل في صنية والطعم في صنية وبيبقى فرق بينهم يا حضرات ان اه ان نزبط الموعيد بتاعت الزراعة تمام ايوة لحد ما بنتم عملية التطعيم هوريك عملية التطعيم بتحصل ازاي الاول بس من فيديو تاني علشان طبعا انا كنت اقفل القناة اللي ومن اللي فاتت دلوه لما جيت طعم عملية التطعيم نفسها للأسف كانت القناة مقفوضة كده بقى هو هيبدأ يطعم هوت انا جبت لك اللقطة دي من فيديو تمام طيب هو كده بطعم احنا عندنا كم نوع من انواع التطعيم عندنا ثلاث انواع افضلهم واسهلهم الطريقة ديت لان الطريقة ديت سهلة جدا ديت الاصل جماعة ده الاصل شل القمة النامية بتاعته هوت وطالما وطالما هاي يقطع من فوق لتحت احرف ان هو الاصل على طول اتقول لي عرفت مني ان هو الاصل هيقطع من فوق لتحت هوت يبقى الاصل وطالما شل القمة النامية هيكون الاصل الفرق بينهم وبين ايه ان احنا بنشيل القمة النامية بعد ما بتم نجاح عملية التطعيم لا هم بشلوها في الاول اهو طالما اصل من فوق لتحت يبقى ده الاصل تمام اهو هيشوق بالعكس بقى هيجيب الطعم هيجيب الطعم او الخيار التاني اللي هو بتعم هو بتعم خيار على فكرة هيجيب الطعم بقى وهيركب وهيقص او يقطع بزوية 45 من ايه يعمل لسان تاني او عاشق في معشو كده من تحت الفوق وهيركبهم في بعض تمام وهيمسكهم بالكليبس اديك شايفة هو طيب الطريقة دي سهلة ليه لان الطريقة دي ما بتحتاجش يعني تكنولوجيا عالية خالص دي بيجرد ما بيخلص تطعيم واخد بالك من الكلام بياخده وبحطه تحت الشاش بس تزليل كده 80% ولا حاجة وطبعا بيرويه قبل ما طعم وبحطه تحت الشاش تمام 3 ايام بالزبطة واربعة ايام بكتيره وبقوم يطلع مش عايز ما بعرضوش طبعا للضوء المباشر بعد ما بتم عملية التطعيم وبحط الكليبس ويجب طربة وبحطوهم في كباية واحدة اهو تمام شايف بقى شايف اهو عاشق في معشوق اهو اهو اللسان في اللسان اهو من يمو بروز من يمو بروز بدخلهم في بعض اهو شايف بيعمل ازاي شايف الولد بيعمل ازاي هيجيب الكليبس بقى كده هم ملازقوا مجرد ما بحصوا ببعض هيعمل كلوس هيعمل كلوس يعني منطقة التحام ما بين الاصل والطعم ومجرد ما اتعملت الموضوع ده بس هو حطهم في كباية دلوقتي وهيحط عليهم بيتموس وهياخدهم يحطهم وبعد كده مجرد النجاح بعد عشر ايام بيقطع القمة النمية بتاعة الاصل وبيقطع الجدر بتاعة الطعم تمام دي كل الطريقة اللساني تعال بقى شوف على البنت العسل التانية دي بقى اللي بتطعم ده التطعيم ده بسموه الانبوبي تمام او بسموه التطعيم الياباني بسموه التطعيم الانبوبي او التطعيم الياباني شايف هيعملت ايه جابت الاصل والطعم تمام ويبتدت تعمل سقب اللي بتشيل القمة النمية بتاعة الاصل اهي شايف هتشيلها ازاي شايف هتشيلها ازاي شايف هتشيلها ازاي اهي اهي بس الطريقة دي بقى ايه اهي شاليتها هتفحك تعمل سقب اهو تمام هتعمل سقب تمام وتبدأ تجيب التاني طبعا بتبقى برياة الاصل بقى اهي 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 شايف هتجيب الاصل بتبقى برياة تمام اهو شايف عاملات زي برياة من هنا ومن هنا تمام وبتقوم حطها الطريقة دي بقى طريقة سهلة بردو بس معدن النجاح بتاعها قليل ليه لانها بتحتاج لتكنولوجيا يعني بتحتاج ليه بتحتاج ليه غرفة استشفاء يا جماع هاي الكليبس يا تربطه بتحتاج لغرفة استشفاء بتكون فور رطوبة 90% ومظلمة خالص لمدة 3 او 4 ايام وبعد كده امورك طيبة ده الطريقتين بعد بقى ما الراجل طعم كده وشفته الستة التانية دي طعامت عملت التطعيم طبعا بحطها في كوباية وبزوده في بيتموس وزي ما قلت الطريقة الاولى بتاعت الولد الصيني ده هو دي الطريقة دي سهلة جدا ويه بس بنحط تزليل بس فترة لحد ما بينجح دي طريقتنا بقى احنا عندك الاصل وعندك الطعمة هون تمام هو احنا بنبدأ اهو انا بشيل الايه بشيل القمة النامية بتاعت الاصل بتاعت الاصل وبقى عندي الطعمة هي تلي هي البطيخة اهي تمام اهي شجرة البطيخة اهي الاصل والطعمة بعد كده هش اعمل ايه يومين تلاتة وببدأ اشيل الاصل البطيخة بقى الجدر بتاع الاصل نفسه اللي هو بتاع البطيخ وبسيب البطيخ اللي هو الاصل نفسه اللي الطعم نفسه على اصل الايه على اصل القرعيات اللي انا شفته اهو ابتدنا نقطعها ههوة والدنيا تمام ده كل حكاية التطعيم يا جماعة اهو اه ده قدامك زي ما حضرتك شايف كده قطعنا القمة النامية بتاعت الاصل وقطعنا الجدر بتاع الطعم يبقى احنا حطينا الاصل كده على الايه على الطعم بنقعد يومين تلاتة شايف بقى بسم الله ما شاء الله شايف الجدر بقى بتاع الاصل مش قلت لك جدر قوي ومفتري شايف ما شاء الله حاجة يعني ولا اروع لما بتزرعه في الارض يا جماعة على طول الجدر ده جبار بيدي سمار عدد سمار رهيب ما عندوش مشكلة خالص مع الزبول والكلام الفاضي ده كله ما بعبرش الكلام ده غير كده كمان بيدي لك ايه بيدي لك اه الانتاجية قوية اه 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 العدد السمار بتكون كتيرة والحجم بتاعها كمان والجودة بتاعتها بتكون ممتازة تمام وزي ما قلت لك هي كليب سهوت اه ده اللي هو بيجمع الاصل بالطعم وطبعا الكليبس بتاعهم هم افضل من الكليبس اللي انا جايبه ده دي كل قصة التطعيم يا جماعة ممكن اي واحد بالتطعيم اللي ثاني اللي هو الاول اللي مع الولد ده ممكن اي واحد يعمله اه سهل جدا دي التطعيم ده طبعا انا مطعمه ونجح من زمن شايف الجدر بتاعه كمان هو تنازل ده ما شاء الله ده اه نجح معنا والحمد الله ده بقى خلاص ينزل الارض بقى وتشوف بقى البطيخ ما شاء الله اه يعني حاجة تفرح باذن الله تعالى نورهولكم ودي كل قصة التطعيم الناس بتهول منها ولكن والله يا جماعة عملية سهلة وبسيطة جدا 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 اشايف ما شاء الله بقى اشايف الحجم بتاع الشتلة لو شتلة مزروعة معها في نفس الوقت لا يمكن تبقى بالنظارة دي والكلام اهو بره بنقرصه تاني اهوة الجدر بتاع الايه بتاع الطعم بتاع الجدر اللي هو بتاع البطيخ نفسه واهوة عندي شايف المجموع الجزري ما شاء الله تبارك الرحمن شكرا الله حضراتكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا